اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي واحدة من المفردات التي تكررت على سنة كل السياسيين في العملية السياسية احزاب قوى حزبية قوى ميليشياوية شخصيات تجار معرف منه كلهم مهما كانوا سني شيعي كردي عربي بأي اتجاه كل اللي بالعملية السياسية واحدة من المفردات التي تكرر عندهم دائما وابدى من عام 2003 لحد الان هي كلمة الوطن الوطنية ومثل ما يقال فاقد الشيء لا يعطيه ويعني من عنده عقدة نقص في موضوع معين يكرره دوما وهذه واحدة من النقاط المهمة في الحياة العراقية طوال 21 سنة اللي مضت دائما ما تجار على ميليشيات وغيرهم شيعة سنة كراد تركمان الكل في العملية السياسية يتحدثون بالوطن الوطنية ويطون دروس بيها وهم الابعد عن المثل ما يتحدثون عن الفساد الكل يشتم بالفساد وكلهم فازدين الكل يتهم يعني لا يقبل بالسرقة وكلهم يسرقون الكل لا يقبل بالتفريقة الطائفية وكلهم يفرقون طائفية الكل لا يقبل برهن إرادة العراق للخارج والكل مرتبطين بالخارج غريبة عجيبة تكوينه شاذة واحد عشرين سنة من تكوينه شاذة لتحكم العراق بطريقة يعني سبحان الله وهذا اللي يجعلني أتكلم في هذا الموضوع حد قاهدة ما يسمى بجماعة الحكيم عمر الحكيم وكان رئيس لما يسمى هذا يسمى بالمجلس الأعلى الإسلامي بالعراقي ما على الأسف الإسلام من البراء وكان يعني نائب أول لرئيس البرلمان عام 2014 وعضو برلمان تحدث قبل أيام تحدث عن الوطن الوطني أيضا حال حال الآخرين ماذا قال قال بالنص على الوطنيين أن تأخذهم الغيرة يعني بالنص اللي قاله على الوطنيين أن تأخذهم الغيرة على عراقيتهم ويقف بوجه من يريد فرض رؤية عليهم باسم الحرية غير مسموح للسفارات الأجنبية التدخل في أحوالنا الشخصية الله أكبر طيب هذا الكلام صحيح يعني بالمجمل العام بالإطار العام ككلام مطروح من أي شخص عراقي شريف ونظيف ووطني مقبول هو هذا المنطق وهذا يتكلم به الكل في كل العالم أي مواطن في أي بلد ممكن أن يتكلم به يقول على أن الوطنيين في هذا البلد يجب أن تأخذهم الغيرة على وطنهم الفلاني ويقفوا بوجه من يريد فرض رؤية عليهم باسم الحرية وغير مسموح للسفارات الأجنبية التدخل في أحوالنا الشخصية هذا صحيح لكن من يتكلم هذا الكلام هو من جاء مع الأمريكا إذا هو ما يقبل الآن في التدخل في قانون الأحوال الشخصية طيب شلون قبلت تجي جيوش من خارج البلد تحتل البلد وتسميها جيوش تحرير وتقف معها وتمشي ورد بابتها وتهلل لها وتصفق لها وتوافق على مشروعها في احتلال العراق وتسوي لك عملية سياسية وتسوي لك دستور وأنت مقابل به وما زلت تحكم وهي هي اللي حاميتك شلون وترهن إرادتك إلى دول خارجية وأولها إيران وتحكي لي عن الوطنية والعراقيين شنو علاقة العراقين الشيعة وسنة وكراد وعرب كل العراقين اللي مو بالعملية السياسية الشعب شنو علاقته بهذا الكلام هذا كلام معيب هذا كلام مردودة عليكم ما لا علاقة الوطنية بكم أنتم تريدون تحولون هذه المفردات الوطنية والوطن والنزاحة والشرف والعفة والسلام كل هذه إلى مفاهيم والتبسة مثل ما ترونها أنتم فبالتالي إذا أنت ترفض يعني ترفض رؤيتهم يرفرضون رؤيتهم عليك باسم الحرية شون قبل أن يفرضون رؤيتهم على بلد كامل باسم الحرية والديمقراطية وباسم أنت معارض للنظام هو المعارض للنظام يعارض الوطن يجيب إلى جانب يدخلوا إياهم ويحلل لهم ويصفوا قلهم هم واحتلين بلده ويسميهم جيش تحرير هو هذا الكلام قضيهم مضحكة معيبة لا يتكلم بالوطنية سكتوا عن الوطنية وسكتوا عن المفاهيم سكتوا عن الفساد سكتوا عن النزاهة والكلام والشرف هذا كله بعيد عنكم لا تتكلموا بي يعني هذا الرجل شارك في بكل العملية المحاصصية شارك في الترويج والدفاع عن الدستور شارك في عمليات قال هو كتبنا الدستور والدستور ما كتبوهم هو جابوهم ترجموه ديباجة من عدهم والإضافة من عدهم والشغلات كيفية عليها أمريكا ومشوها وطيب إذا قبلت أنت بدستور لا يعبر عن الوطن يعبر عن مكونات ولا يعتمد المواطنة أنت تحكي لها سأل مواطنة والمواطنين والوطن هذا مثل قضية المقاومة مثل الحديث عن المقاومة الكل الآن يدعي أنهم قاوم لمن تقاوم ما تدري أنت دخل الجيش الأمريكي ما قاومته القاوموا العراقيين اللي قاوموا عراقيين شرفاء وقفتوا ضدهم واعتبرتوهم مرهابين والغالبية من عندهم ماتوا وتحتية دي كم بالتحذيب والباقين في سجونكم يعانون من الأمراض والموت وصارنهم سنين عشرين سنة جوا اللي صار لأخمس طاعة سنة واللي صار لأخمس طاعة سنة لبيتهم جوا وغيرتهم مرهابيين وتعتبرهم مرهابيين الآن تحدثونا عن والله فصائل المقاومة الإسلامية فصائل مقاومة يا إسلامية وين المن قاومته يعني هو الاحتلال ينسجم مع يعني تقبل في الاحتلال وتقول مقاومة يعني هي المقاومة تنسجم مع الاحتلال لا تأتي المقاومة والاحتلال على سطح واحد لا يمكن هذه تختلف عن هذه هذه معاكس إلى هذا بالضد من عندك كيف أنت تكون مع الاحتلال وبنفس الوقت أنت مقاوم وراها أنت قابل بالاحتلال وأنت مقاوم غريبة هاي نفس القضية الحديث عن الوطن والوطنية والكلام هذا الكبير الذي ليس لكم علاقة به هذه جزء من محاولة مسخ الثقافة العراقية مسخ الثقافة الوطنية العراقية هذه الانبنت بناء تراكمي في نفوس وعقول وضمائر العراقيين تريدون تنسفوها بهذا الحديث مثل الفساد قضية طبيعية يتحدثون بها في التلفزيونات يقول لك أني فاسد وأني بقيت وأني وما وهو قدامك بالتلفزيون ما حد يحاسبه وواحد يتهم الله بالفساد والسرقة وصار لهم سنين سنتين ثلاثة مع الرشقج يتحدثون عن سرقة القرن اللي يكلها مليارين والمبيوغ من العراق ألف وخمسمائة مليار دولار نهبت وراحت وتسربت ومشاريع وهمية ومصائب والعراق من سيء إلى أسوأ في القضية يعني محاولة الباس هذه العبارات الكبيرة النقية اللي إلها دلالاتها في نفوس وعقول العراقين وفي تاريخهم الباسها ثوب آخر غير ثوب وصخ غير الثوب اللي هي تمتلك قضية لا تقبل ومن تأتي على لسانه قضية الوطن والوطنية والنزاح يجب أن يكون بمستواها هذا ما نريد أن نقوله في هذه الحلقة إلى هنا يعني أترككم بخير وألتقكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة